إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون يقول الله سبحانه في كتابه الكريم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الله سبحانه وتعالى ضرب لعباده الأمثال والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب الأمثال في سنته المشرفة وذلك أن المثل كلمات وجيزة حكيمة يكون فيها تصوير المعنى في صورة حسية فتكون أعلق بالذهن وأثبت في القلب فلا يعقلها إلا العالمون لا يتدبر الأمثال ولا يستخلص ما فيها من العظات والعبر إلا من وهبهم الله سبحانه وتعالى العلم النافع واتعظوا بهذه الأمثال واعتبروا بها وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل للمؤمن في أحاديث كثيرة من أحاديثه عليه الصلاة والسلام فضرب عليه الصلاة والسلام ضرب المثل للمؤمن بالنحلة وضرب له المثل بالنحلة وضرب المثل للمؤمن بالسنبلة وضرب المثل بالقطعة من الذهب وضرب المثل بالأترجة وغير ذلك من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر بعضا منها في هذه الخطبة لنأخذ ما فيها من العظة والعبرة وليحرص المؤمن على أن يكون ممن يستحق أن يضرب له هذا المثل فضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل للمؤمن بالنحلة في قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا وإذا وقعت على عود النخر لم تكسر هنا يلاحظ وجه التشبيل يعني المثل يكون فيه مشبه وهو المؤمن ومشبه به وهو النحلة أو النخلة أو الصنبلات أو غير ذلك ويكون هناك وجه للشبه يعني ما وجه شبه المؤمن بالنحلة فالمثل لا يقتضي التشابه في كل شيء وإنما في بعض الصفات التي في المشبه به اشتركت مع المشبه فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وضح وجه الشبه النحلة لا تأكل إلا طيبة فالنحلة طبيعتها كما فطرها الله سبحانه وتعالى تنتقي الأزهار الطيبة وتأخذ من رحيقها لا تقع على قذر ولا نتن ولا شيء سيء وإنما تختار الأزهار الطيبة وتأخذ من رحيقها ولا تضع إلا طيبا تضع العسل الذي فيه الشفاء والذي هو حلو المذاق ومن صفات النحلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها هينة لينة رفيقة إذا وقعت على عود نخل لا تكسره لطفها ورفقها وخفتها فهنا ينبغي أن يكون المؤمن كذلك لا يأكل إلا طيبا يحرص المؤمن على أن يأكل من الحلال الطيب وأن يجتنب أكلاء الحرام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجابة دعوة وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرا يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام فأنا يستجاب له فعلى المؤمن أن يحرص على الكسب الحلال والرزق الحلال ولا تضع إلا طيبا يعني كذلك المؤمن ينبغي أنه لا يخرج منه إلا الطيب لا يتكلم إلا بالكلام الطيب ولا يعمل إلا العمل الطيب ثم الصفة الثالثة وهي الرفق واللين هكذا ينبغي أن يكون المؤمن لا يفسد ولا يكسد وإنما يعني يكون هينا لينا رفيقا رحيما فهذه من صفات النحلة التي ينبغي أن تكون في كل مؤمن ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل للمؤمن بالنخلة وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها خبروني ما هي يعني لا يتحات ورقها يعني لا يسقط ورقها في فصل الخليفة بقية الأشجار التي يسقط ورقها فقال مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها خبروني ما هي فخاض الناس في شجر البوادي الصحابة رضي الله عنه الذين كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهب ذهنهم وتفكيرهم إلى بعض الأشجار في البادية التي لا يسقط ورقها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في المجلس أبو بكر وعمر وكنت أصغر القوم ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت أن أتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة كل ما فيها طيب هنا وضح النبي عليه الصلاة والسلام وجه الشبه كل ما فيها طيب فقال الشراح الحديث النخلة ثمرها يكون صالحا في جميع أحواله فالبلح الذي يخرج من النخلة يؤكل وهو أصفر قبل أن يصير رطبا ثم إذا صار رطبا ليس كغيره من الفاكهة إذا صارت طرية فسدت ولم يلتفع بها وإنما الرطب الطري الذي تنفصل قشرته يكون أيضا طيبا صالحا للأكل ثم إذا يبس وجف صار تمرا أيضا نافعا صالحا بخلاف غيره من الفاكهة إذا جفت ويبست قد لا تنفع ولا تستعمل ثم بقية أجزاء النخلة كلها نافعة جذوعها يستعملونها في البناء وفي صنع الأشياء النافعة والجمار الذي يكون في لب الجزع وفي داخله طيب يؤكل وينتفع به وهكذا وسعفها وجريدها كله له منافع وكله طيب فهكذا المؤمن ينبغي أن يكون كل ما فيه طيب سمعه وبصره ويده ورجله وعسانه يتكلم بالكلام الطيب ونحو ذلك فهكذا المؤمن كل ما فيه طيب كذلك مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل السنبلة وفي رواية كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تارة وتعدلها تارة ومثل المنافق كمثل الأرزة لا تزال قائمة حتى تكفئها الريح هنا يضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل للمؤمن بالسنبلة سنبلة القمح ووجه الشبه أن السنبلة تأتي الرياح فتقلبها إلى هذه الجهة وتقلبها إلى هذه الجهة فالريح تحركها وتعدلها وأما المنافق فضرب له المثل بالأرزة وهي شجرة الأرز أو شجرة الصنوبر وهي شجرة تظل قائمة مهما أتت الرياح لا تغير فيها شيئا حتى تأتي ريح قوية فتكفئها مرة واحدة وتقلعها من أصلها وتكسرها فقال شراح الحديث المقصود هنا أن المؤمن يبتلى ويتعرض للبلاء ويتعرض للفتن في حياته فيميل ويعتدل مع هذه الابتلاءات تكفر بها ذنوبه ويرجع بها إلى الله تعالى وترفع بها درجته فهذا حال المؤمن بخلاف المنافق فإنه يعني يظل على حاله من الفساد لا يرجع ولا يتوب وحتى يأتيه بلاء شديد يقصمه ويهلكه مرة واحدة كذلك يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب كمثل القطعة من الذهب ينفخ عليها صاحبها وهي لا تنقص ينفخ عليها صاحبها وهي لا تنقص أو في بعض ألفاظه نفخ عليها حتى حمرت وإذا وزنت لم تنقص وهذا الحديث ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله فهنا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن بالقطعة من الذهب يعني ينفخ عليها بالنار ويوقد عليها النار حتى تحمر ومع ذلك فهي لا ينقص منها شيء ووزنها ثابت فقال هذا المقصود به ما قد يتعرض له المؤمن من الشدائد أن المؤمن مهما تعرض له من الشدة فإنه لا ينقص ولا تنقص الشدة شيئا من إيمانه بل هو ثابت على دينه وثابت على إيمانه وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للمؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الحترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقسم الناس هذه القسمة الرباعية المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو أكمل الأقسام فضرب له المثل بنبت طيب الطعم طيب الرائحة وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فكمثل التمر طعمها حلو ولكن لا ريح لها فينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يكون مثله كالأترجة يكون طيب الطعم طيب الرائحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وستمعنا أقول قولي هذا واستغفرنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون كما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأمثال للمؤمن يعني على حدة ضرب المثل عليه الصلاة والسلام للمؤمنين أو لحال المؤمن مع إخوانه المؤمنين في عدد من الأمثال التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام منها قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمة وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا فهنا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلين للمؤمنين في علاقة المؤمن بالمؤمن وحال المؤمن مع إخوانه المؤمنين أنه في المثل الأول كالجسد الواحد فكل المؤمنين جسد واحد لا يغني عضو منه عن عضو آخر فالجسد يعني بعض أعضائه قد تكون أنفع من بعض أو مثلا كالرأس ونحوه لكن لا يستغني هذا لا يعني أنه يستغني عن اليد أو الرجل لأنها أقل نفعا أو أقل منزلة ونحو ذلك فكل أعضاء الجسد كلها لها نفعها ولها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عن شيء منها وأي ضرر يصيب عضوا منها يتألم جميع الجسد فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين في توادهم وتراحمهم وأن يعتني المؤمن بحال إخوانه المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يتألم لألمهم ويفرح لفرحهم وكذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فالبنيان كأحجار البناء كل حجر يكون مثبتا للأحجار التي فوقه وتحته وعن يمينه وشماله وهو أيضا مثبت بما حوله من الأحجار فكل من المؤمنين ينبغي أن يكون مثبتا لإخوانه على الحق معينا لهم وكذلك هم يعينونه ويسبتونه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصمعنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين